آداب تلاوة القرآن الكريم تعتبر تلاوة القرآن الكريم من الأمور المهمة التي حث عليها الدين الإسلامي فهو جلاء للقلوب ففي الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد قيل يا رسول الله فما جلاؤها؟ قال تلاوة القرآن ولقراءة القرآن جزاء عظيم فعن رسول الله صلى الله عليه وآله عليك بقراءة القرآن فإن قراءته كفارة للذنوب وستر من النار وأمان من العذاب ولتلاوة القرآن الكريم آداب ينبغي على المسلم أن يراعيها ويتخلق بها ومن تلك الآداب أولا الوضوء قبل قراءة القرآن الكريم ويجدر الإشارة هنا على عدم جواز لمس كتابة القرآن من غير وضوء ثانيا الاستياك بتنظيف الفم قبل التلاوة فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله قال نظفوا طريق الكرآن قيل يا رسول الله وما طريق الكرآن؟ قال أفواهكم قيل بماذا؟ قال بالسواك ثالثا استقبال القبلة رابعا التعوذ من الشيطان الرجيم لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم خامسا النظر في المصحف أثناء القراءة فقد ورد عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك إني أحفظ القرآن عن ظهر قلبي فأقرأ عن ظهر قلبي أفضل أو أنظر في المصحف فقال لي لا بل اقرأه وانظر في المصحف فهو أفضل أما علمت أن النظر في المصحف عبادة؟ سادسا الترتيل بصوت حسن فعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قال زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسن سابعا الدعاء عند ختم القرآن فقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام إذا ختم القرآن الكريم قال اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة